بسم الله الرحمن الرحيم زيك شباب عملين اي رابطكنوا بخير ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض الجزء التاني من chapter number one في الجزء اللي فات احنا اتكلمنا عن two topics الموضوع الاولاني هو كان موضوع theoretical اتكلمنا فيه عن انواع الشركات والاوبريتنج سايكل جوة المرشندايزن كامبنز وتكلمنا عن الفرق ما بين بربتوال انفنتري سيستم وبرياضيك انفنتري سيستم وفي الموضوع التاني اتكلمنا عن بربتوال انفنتري سيستم واخدنا فيه جزء مهم جدا اسمه البرشيز او المستريات ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن الموضوع رقم 3 والموضوع رقم 4 والمحاضرة اللي جاية هناخد اخر موضوع عندنا في التابتر معلش chapter one هو اطول chapter عندنا في المنحة تعالا بقى نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المحاضرة بتاعت النهاردة اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هو اننا نفتكر حاجة قلناها المحاضرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجة اسمها انفنتري وقلنا ان الانفنتري دي بنسميها بالعربي مغزول او بضع اول حاجة عايزين نفتكرها هو يعني انفنتري الانفنتري يا شباب هي اي حاجة انا باشتريها بغرض ان انا ارجع بها اي حاجة في الدنيا باشتريها عشان ابيعها الحاجة دي بنسميها عندنا في الاكاونتنج انفنتري وقلتلك المحاضرة اللي فاتت التشابتر بتاعنا بينقسم لجزئين اتنين الجزء الاولاني اتعلمنا فيه ازاي نشتري بضاعة شراء البضاعة ده تعلمناه خلاص المحاضرة اللي فاتت المخازن عندنا مليانة بضاعة دلوقتي احنا عايزين نتعلم ازاي نبيع البضاعة عملية بيع البضاعة دي بنسميها سيلز يبقى النهاردة هنتعلم حاجة مهمة قوي ازاي نبيع البضاعة اللي احنا اشتريناها وكل ده بنتعلمه وفقا لانهي نظام النظام اللي اسمه Perpetual Inventory System طيب تعال بقى ندق المحاضرة بتاعتنا وكل اللي فات ده احنا تقريبا قوناه المحاضرة اللي فاتت احنا عندنا شركة الشركة دي جواها مخزن المخزن ده كان فاضي مفهوش بضاعة فروحنا اشترينا بضاعة البضاعة دلوقتي موجودة جوا المخازن هو احنا اشترينا البضاعة دي عشان نتفرج عليها ولا عشان نروح نبيعها عشان نروح نبيعها احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم حاجة مهمة قوي ازاي نبيع البضاعة اللي احنا اشتريناها وخلي بالك من حاجة مهمة قوي الراجل اللي بيبيع البضاعة ده بنسميه ايه دياب فاتح شركة الشركة دي هي بيتبيع بضاعة الشخص اللي بيبيع البضاعة بنسميه سيلر او سبلاير واحنا المرة دي بنفترض ان احنا اللي بيبيع البضاعة احنا السبلاير السبلاير ده او المورد ده هو بيبيع بضاعة لاشخاص او شركات الاشخاص اللي احنا بنبيع لهم بنسميهم بايرز احنا مناش دعوة بيهم احنا بنأسيوم في المحاضرة بتاعة النهاردة ان احنا مين بيعين ان احنا مين بيعين خلص طيب و احنا هنتكلم عن 3 main points احنا هنتكلم عن sales of merchandise بيع البضاعة وتاني موضوع هنتكلم فيه افترض ان البضاعة اللي احنا بيعناها دي كانت بايزة وهترجع لنا تاني دي بنسميها sales return and allowance واتاخر موضوع عندنا هنتعلم ازاي ندي خصم الحد ده بنسميه sales discount تعالى بقى نبدأ باول جزء عندنا ان احنا نعرف ازاي نبيع البضاعة ركز مع ايه ديب هيروح يبيع بضاعة للشخص ده احنا اتفقنا على حاجة مهمة جدا اوعى تنساها ان الراجل ده احنا هنبيع له بضاعة سعرها خمسين الف بس بيني وبينك والراجل اللي بيشتري ما يعرفش المعلومة اللي انا هقولك عليها دي ان تكلفة البضاعة علينا التكلفة دي بنسميها cost 30 الف اوعى تقول تكلفتك لحد ما ينفعش اتعرف تكلفتك لحد طيب ركز بقى معايا عشان نتعلم ازاي نسجل ان احنا بيعنا الضع ركز بص بقى انا قاعد في الشركة لقيت بهجة الدخل علي وقال لي بعد اذنك انا عايز اشتري بضاعة بخمسين الف جنيه قلت له جميل حضرت له البضاعة لقيته بيلم البضاعة وبياخدها ويخرج قلت له تعالى 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 راح فين قال لي في ايه قلت له فين الفلوس البضاعة قال لي لا انا هاخد منك البضاعة دلوقتي وهبقى عدي عليك الفلوس بعدين قلت له على الحساب يعني on account on credit قال لي اه مزبوط استنى المرات يا شباب انا اللي ببيع البضاعة للناس انا اللي ببيع البضاعة للناس انا باعت له بضاعة وما خدتش فلوسها يبقى انا علي فلوس ولا لي فلوس لي فلوس انت اديت له حاجة بتمتلكها وما خدتش فلوس يبقى انت ليك عنده فلوس استنى السمستر اللي فات احنا قلنا على حاجة اسمها accounts receivable accounts receivable يا شباب هي معناها ايه فلوس لي عند الناس ايه فلوس لي عند الناس ايه فلوس واي حاجة جنبيها كلمة receivable تبقى است استنى هو انا قبل ما بيع لبهجة البضاعة كان ليه عنده فلوس لا دلوقتي بقى ليه عنده خمسين الف جنيه يبقى اللي ليه عنده زاد واللي ليه عند الناس ده بنسميه account receivable الاسد لما بتزيد بتزيد ديبت يبقى اول حاجة اجي اعملها عشان اثبت ان انا بيعت الضاعة للراجل ده وما خدتش فلوسها ان انا اسجل ان انا ليه عنده فلوس طيب اقول له استنى يا حرامي قبل ما تمشي هسجل في الدفاتر بتاعتي ان انا ليه عندك خمسين الف استنى ينفع نسيب الكريدت فاضي لازم نسجل فيه حاجة ركز بقى معي احنا السمستر اللي فات جينا اتكلمنا عن حاجة اسمها revenues ايه revenues ايه هي revenues اليرادات اهلا وسهلا يعني ايرادات اكتب ايه فلوس بتجيلك من خلال حاجة اتنين خدمة قدمتها او بضاعة باعتها ثاني ال revenue هي ايه فلوس بتجيلك او هاتجيلك من خلال مصدرين اتنين بضاعة باعتها او خدمة قدمتها انسى الخدمات ده احنا في المنهج بتاعنا مش بنتكلم عن الخدمات احنا بنتكلم ان احنا فاتحين شركة بيديع بضاعة ركز بقى معي الاراضات اللي بيجيلك من خلال بيع البضاعة بنسميها سيلز مش اسمها بيع بنسميها سيلز رافنيو السماستر اللي فات كنت بتيجي تسميها سيرفز رافنيو ليه بنسميها سيرفز رافنيو عشان كنا بنقدم خدمات للناس لكن المرة دي احنا بنبيع بضاعة للناس الفلوس اللي بيجينا من بيع البضاعة بنسميها سيلز رافنيو استنى هي دي مش بضاعة بيعناها وهيجينا لسه فلوس مقابلها اه يعني الفلوس اللي لسه هتخش جيبي دي تعتبر اراضات ايوة عشان كده لازم اسجل ان عملية بيع البضاعة دي هي تعتبر ايه رافنيو واي رافنيو اي رافنيو دايما ييجي كريدت رافنيو في الكريدت ركز بقى الله يخلي لو سبتها رافنيو كده تنقص اسمها ايه هي الرافنيوز دي يا اما من خدمة يا اما من سلعة او بضاعة جاتلك من بضاعة يبقى دي هنسميها سيلز رافنيو بكام بخمسين الف استنى اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ان انا لما بيجي بيع بضاعة بسجل ايه اكاونس روسيفبل لي عنده فلوس و سيلز رافنيو جميل جدا ما تنساش ان انا قلتلك معلومة مهمة جدا من شوية ان البربيتوال سيستم بيبقى فيه مور دي تيلز تفاصيل كتير الانفنتري قال لك او البربيتوال انفنتري سيستم قال لك اوعى تنسى ان انا ميديلك رقمين في المسألة السعر اللي انت هتبيع به والتكلفة بتاعتك حضرتك هتيجي تسجل انتري بالاثنين دور هتسجل انتري بالسعر و هتسجل انتري بالتكلفة قلنا له يا سلام اه البربيتوال انفنتري سيستم بيقلك لما نيجي� نبيع هتسجل حتان ليست شيئة واحدة اكتب البربيتوال انفنتري سيستم لما بييجي بيع بيسجل حاجتان ليست شيئة واحدة الانتري الاولاني بنسجله بالسعر اللي احنا بيعنا بيه ده اللي بنسميه البرويس والانتري التاني بنسجل بالتكلفة استنى هو انت مش كان عندك بضعه في المغزن ادي المغزن بتاعك البضعه دي انت خدتها وبيعتها لحد يبقى البضعه دي بقت موجودة البضعه تبعت المغزن وصادك فاضي اهو انا كان عندي بضعه كتير قوي واصل حد السقف البضعه دي تبعت ما بقتش موجودة يبقى البضعه اللي جوه المخازن انت شايف بضعه كلها تبعت كلها تبعت يبقى البضعه اللي جوه المخازن قلت ولا زادت باش انا ما عنديش يبقى البضعه دي قلت استنى البضعه دي بنسميها ايه انفنتري اه والانفنتري ده من المحاضر اللي فاتت قلنا ان هو اسد والاسد لما بيقل بيقل يبقى هنسجل في الكريدت حاجة اسمها ميرشندايز انفنتري والبضعه لما بتقل بتقل بسعرها لا بتكلفتها البضعه لما بتقل بتقل بتكلفتها اللي هي التلاتين الف طب يا ترى ينفع نسيب الدبيت فاضي ما ينفعش هنسجل في ايه هنسجل في التكلفة تكلفة ايه تكلفة البضعه بضعه ايه اللي انت بعتها شاف اللي انا قلت ده هو ده اللي هنسجله هنيجي نسجل في الدبيت حاجة اسمها تكلفة بضعه مبيعه مش انت كان عندك بضعه وبيعتها ايوه البربيت والانفنتري سيستم قالك بعد اذنه سجلي التكلفة على طول فهنيجي نسجل في الدبيت حاجة اسمها تكلفة جودز يعني بضعه هاي الجودز دي حصل لها ايه مع السلامة تبعت بنسميها تكلفة البضعه اللي انا بعتها استنى تكلفة كم تلاتين الف واحد هيجي قولي يا محمد انت حكت علينا ليه يا عم انت سجلت الكوست في الدبيت وما قلت الناش ليه هي جاية دبيت شباب الكوست بنعملها معاملة الاكسبانس والاكسبانس بيجي فين يا جماعة في الدبيت التكلفة بنعملها معاملة الاكسبانس وبيجوا فين في الدبيت يبقى احنا كده تعلّمنا حاجات مهمة جدا ان احنا لما بديجي نبيع بضعه بنسجل حاجتين ولا حاجة واحدة حاجتين حاجة بالبرايس وحاجة بالتكلفة اللي احنا بنسجله بالبرايس اسمه ايه اكاونت رسيفبل وسيلز رابري اللي التكلفة بنسميه cost of goods sold and merchandise inventory طيب انا ممكن اشرحلك الانتري ده في ديئة بس هتنساه وهتحفظه مفيش حاجة في المحاسبة اسمها حفظ كله فهم طيب الفهم ده هيوصلك ازاي بالراحة احنا مش مستعجلين على حاجة افهم معايا انا بقويك عشان السنين اللي جاية وهتعرف كده كويس طيب حلو جدا ايه اللي ممكن يتغير هنا هو مش ممكن اروح ابيع البضاعة دي الباهجة ويديني فلوسها كاش اه طب بص بقى لو هو ادي لك الفلوس كاش يبقى هتسجل في الديبت مكاونت رسيفبل كاش بس كده بس كده تعال بقى نبدأ خلصنا اول موضوع عندنا تعال بقى نحل عليه الافكار تعال بقى نشوف مع بعض اول اجزامبل عندنا في الاجزامبل الاول بيقول لك دي كامبني ريكوردز اتس ماي فور سيل اوف علم على كلمة سيل اول حاجة احددها في السؤال هي دي عملية بيع ولا شراء هو قال لك هنا سيلي ما دي عملية بيع اقول له شكرا احنا بيعنا بضاعة بثلاث تلاف تنمية لإس كامبني استنى بقى احنا اللي بنبيع يبقى احنا مين احنا السيلر يبقى دي هي السيلر بيعنا بضاعة سعرها تلاث تلاف تمنمية وقال لك بين كوسين اسيوم ان تكلفتها الفين ربعمية اول حاجة تحدد هي عملية بيع ولا شراء تاني حاجة تحدد انت مين هنا اسيوم ان انت البيعها تالت حاجة تحدد حاجتين اتنين السعر اللي انت هتبيع بي والتكلفة كام واللي اتنين لازم يبقى جافن هو قال لك ان البيع What is your case制? وان التكلفة الفين ربعمية سجل يا معلم الترانسكشن يله نسجل دعني بالك انا سأيب لك السؤال مفتوح ينفع سجل فيه كاش او ينفع Except your case 된 You find it on account هنفترض الاتنين اول افتراض سناستمر بيعنا بيعots للشركة اللي اسمها اس ودتنا فلوسنا كاش ده اللي بنسميه ايه كاش نقدي احنا خدنا فلوس من الشركة اللي اسمها اس يبقى الفلوس اللي عندنا زادت هو احنا خدنا منهم كام 3800 يبقى اول حاجة هنيجي نسجل في الديبت ان الكاش بتاعنا زاد زاد بكام يمعلم بالبرايس دايما الكاش يزيد بالبرايس السعر اللي انت بايع به 3800 طيب هو انا خدت منهم فلوس ليه؟ قدتهم ايه؟ دي فلوس جاتلي مقابل بضاعة باعتها ايه؟ دي فلوس جاتلي مقابل بضاعة باعتها استنى انا قلتلك من شوية ان احنا عندنا حاجة اسمها sales revenue والsales revenue دي يا شباب هي الفلوس اللي بيجيلك من خلال بضاعة باعتها للناس مش انت هنا باعت بضاعة؟ اه يبقى احنا هنسجل في الكريدت sales revenue السيلز revenue او اي revenue دايما ييجي الكريدت ده في حالة ان احنا خدنا من الشركة اللي اسمها اس حق البضاعة دلوقتي طب لهو قالك ان العملية دي تمت on account او on credit او on credit يبقى في الحالة اللي زي دي احنا مخدناش كاش احنا قدنا لهم بضاعة بس مخدناش فلوسها انا باعت حاجة مخدتش فلوسها يبقى انا ليا عند الشركة دي فلوس الفلوس اللي لدينا عند الناس اسمها accounts receivable والaccount receivable asset بتيجي برضو في الدبت حلو حلو هل انا كده خلصت؟ لا البربت والإنفنتري سيستم قالك سجل entry بالبرايس و entry بالكوست فين الكوست؟ التكلفة بص بقى في التكلفة انا بفكر ازاي بص انا قاعد دلوقتي مفيش حاجة حفظ بالعقل انا كان عندي بضاعة وبعتها يبقى المخازن فضية يبقى البضاعة اللي عندي قالت البضاعة دي يا شباب بنسميها Merchandise Inventory والإنفنتري ده asset والاست لما يقل ينورنا في الكريدت استنى البربت والإنفنتري سيستم قالك سجل التكلفة تكلفة ايه؟ البضاعة اللي انا باعتها يبقى انا هسجل في الدبت تكلفة بضاعة مباعة Cost of goods sold بص كله بالعقل طيب تعال نخش على اجزامبل تاني برضو نفس الكلام X company sold merchandise Costing 15000 خلي بالك دي التكلفة احنا بيعناها فور فور أي حاجة بعد كلمة فور تبقى price In cash هنا المسألة cash لإف حلو يبقى هنسجل ايه؟ account receivable لأ cash عشان هو قالك in cash 20 الف ده البرويس ودي التكلفة حلو انا عملت ايه؟ باعت بضاعة الفلوس اللي بيجيلك من خلال البضاعة باعتها بنسميها sales revenue واي revenue يجي credit ب 20 الف طيب كان عندي بضاعة وبيعتها يبقى البضاعة اللي في المخازن قلت البضاعة دي بنسميها inventory وبتقل الكريدت عشان هي asset ب 15 الف التكلفة طيب احنا هنسجل ايه؟ تكلفة تكلفة ايه؟ البضاعة البضاعة اللي حصلها ايه؟ اتباعت يبقى نسجل حاجة اسمها cost of good soul بكم؟ بالتكلفة اللي هي 15 الف كده احنا خلصنا اول موضوع عندنا طيب وهنا بقولك بعض الملاحظات يعني ايه؟ sales revenue هو ال income الفلوس اللي بتخش جيبك من خلال ان انت باعت بضع للناس وبقولك هنا ان ال cost of good soul دي هي زيها زي ال expenses بتزيد ديبت تقليل كريدت طيب دلوقتي يا شباب هنتكلم عن تاني موضوع عندنا في الشابتر هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها sales return and allowance اول حاجة عايزين نعرفها دلوقتي هو يعني ايه؟ اصلا sales return and allowance هقولك احنا من شوية لسه بايعين بضاعة لحد الشخص ده خد البضاعة وروح بيها البيت بيفتح البضاعة لقى ان فيه جزء من البضاعة boys فرفع سماعة التليفون واتصل بيه قال لي يا دياب قلت له ايه؟ انت ببيع لي بضاعة بايزة قلت له يا عم ببضاعة بايزة ايه؟ قال لي انا خدت البضاعة منك ولاقيت ان جزء من البضاعة boys قلت له يا عم سهلة جدا البضاعة اللي انا باعتها لك بايزة رجعها لي تاني ايه؟ البضاعة البايزة اللي انا باعتها لك رجعها لي تاني ده اللي بنسميه sales return and allowances يبقى اكتب لي كده sales return and allowances معناها بضاعة باعتها بايزة وهترجع لي تاني ايه؟ بضاعة باعتها بايزة وهترجع لي تاني طيب الحتة دي خدناها المحاضرة اللي فاتت بس كانت مشتريات احنا اشترينا وهنرجع لكن دلوقتي احنا بيعنا وهيرجع علينا حلو قوي فاكر لما بنيجي نبيع البضاعة بنسجل ايه؟ account receivable with sales revenue cost of good sold merchandise inventory ده في حالة ان انت بيتبيع ركز بقى معي في حالة ان البضاعة اللي انت باعتها رجعت لك تاني اعكس اللي انت كنت بتعمله ايه؟ اعكس اللي انت كنت بتعمله تعال نعكس تعال نعكس وهفهمك احنا لما بنبيع كنا بنسجل account receivable with sales revenue احنا البضاعة اللي بيعناها رجعت لنا فهنعكس اللي احنا عملناه sales accounts receivable احنا لما كنا بنبيع كنا بنسجل حاجة بالتكلفة هنا كنا بنسجل cost of good sold و inventory لما يجي يرجعلك اعكس merchandise inventory و cost of good sold يبقى اول حاجة تعلمناها ان لما البضاعة اللي احنا بنبيعها بترجع لنا بنعكس اللي احنا عملناه وقت الايه؟ وقت البيع بس خلي بالا فاكر لما كنا بنبيع كنا بنسجل حاجة اسمها ايه؟ sales revenue لما البضاعة اللي احنا بيعناها ترجع لنا تاني بنسجل sales برضو بس ما اسمهاش sales revenue وما اسمها ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ بنسجل البضاعة اللي رجعت لنا بنسميها sales revenue لا بنسميها sales return and allowance يبقى خلي بينك لما يجي الضاعة ترجع لنا تاني بناكس بس اوعى تنسى ان دي ما اسمهاش sales revenue اسمها sales return and allowance طب تعال نفهم بقى انا كده حفظتك تحل ازاي؟ نفهم يا باشا طيب تعال نفهم بناء على الاجزامبل اللي اصدنا ده اكس كامبري دي شركة كنا بيع لناها البضاعة رجعت لنا البضاعة وميديلك حاجتين اتنين تكلفة البضاعة وسعرها اول حاجة هنيجي نسجل حاجة اسمها ايه؟ sales بضاعة رجعت لنا وبنيجي نسجل ايه؟ account receivable أو cash طب ليه؟ نفهم انا كنت بيع لك بضاعة تمام؟ ب 150 جنيه البضاعة دي انت رجعتها لي وقلت لي هات فلوسي فانا روحت مطلع من جيبي 150 جنيه حق البضاعة البيضة و ادتهم لك يبقى انا فلوسي حصل لها ايه؟ ادتها لك يبقى فلوسي قلت فلوسي دي اسمها كاشو كاشت وكاشت لما يقل لي ايه؟ credit نفس الكلام طب لو انا اصلا ما كنتش واخد منك حق البضاعة وانا ببيع لك البضاعة كلية عندك فلوس ده لما كنت بيع لك البضاعة دلوقتي البضاعة دي انت رجعتها لي وقلت لي انا مش عايزها يبقى انا اخد منك فلوسها؟ لا يبقى لليه عندك بردو قال يبقى خلي بالك احنا فهمنا ليه؟ بنعكس طب ايه قصة بقى sales return and allowance وهل sales return and allowance ده ده زي وزي revenue ولا طبيعة وايه؟ بصوا شباب السؤال ده لازم يجيلك اساسي في الامتحان يقولك هو sales revenue او سوري sales return and allowance يعتبر asset ولا liability ولا revenue ولا يعتبر ايه؟ ولا واحدة من انا قلتهم وللأسف بشوف ناس عجيبة تقولك ده هو من ضمن المصرفات expenses طبعا غلط sales return and allowance هو يعتبر من ضمن حاجة اسمها بصوا بقى معي كتب لك كل حاجة دياب دياب سنوت ان sales return and allowance يعتبر حاجة اسمها Contra Revenue Account ايه؟ Contra Revenue Account السؤال ده مهم جدا يجيلك سؤال عليه نظري في الامتحان sales return and allowance يعتبر revenue يعتبر expense يعتبر Contra Revenue Account يعتبر Contra Revenue Account طب هو يعني ايه اصلا كلمة Contra Contra بيقولولك ان هي معانها عكس طبعا جهابل فيش حاجة اسمها عكس كلمة Contra هي اختصار لكلمتين Control والايه الاخيرة دي؟ اختصار لحاجة اسمها Account Control Account اسمها ايه؟ Control Account واي حاجة نقولك عليها ان دي Control Account بتيجي عكس الحاجة اللي بعديها يعني على سبيل المثال الـ Revenue بيزيد Credit صح؟ اي حاجة تبقى Contra تبقى عكس الكريدت تبقى Debit عشان كده بنقول مجازا ان كلمة Contra معانها عكس بس طبعا انت فهمت ان هي اختصار لكلمتين Control Account طيب يبقى الـ Contra Revenue Account معناه احنا بنشوف الـ Revenue بيجي فين؟ بيجي الكريدت صح؟ اه الـ Sales Returned Allowance ده Contra انا مش تابعكو انا هاجي عكسوكو انا هاجي في الـ Debit يبقى احنا عرفنا معانومتين مهمين جدا ان الـ Sales Returned Allowance هو Contra Revenue Account مش Expense يا درس بيجي فين؟ في الـ Debit حلو او طب انا عايز اعرف يعنيه كلمة Control سيطرة او تحكم او بنسميه بالعربي حساب رقابي مش احنا يا شباب افهم انت من صغير انت خارج من نظام صناوية عامة مفهمك كويس مش محفظك افهم بص يا باشا مش احنا كان اراداتنا على سبيل المثال عشر تلف الارادات دي كلها امتى نسجلها لما البضاعة انباعها كلها احنا باعنا البضاعة بعد شوية لقينا ان البضاعة دي رجع منها جزء الجزء اللي رجع على سبيل المثال بتلت تلف فهل هنفضل مسجلين ان اراداتنا بعشرة غلط كده احنا بنعمل تزوير فاحنا عايزين نعمل ايه نقلل اراداتنا بالتلت تلف اللي رجعوننا فبنيجي نسجل حساب اكونت حفظ นاذ اسم يفعل هناك التحكم في الرقم اللي فوق هذا بعذ ان كده نسميه control recount هكلم الرقم اللي فوق بتباعتنا ال الرقم اللي فوق وبعد شراء تعالى ان wedding volunteers مت hous schema return and allowance فهيعتبر اللي احنا بيعينه لحد دلوقتي بضعب كم؟ بسبعة تلاف خلي بالك بص انا احطط لك عين اهو احنا نحطيناها بالنجاتف عشان تقلل قيمة المبيعات عشان دي ضعه رجعت لنا ماينفعش نفضل مسجلين ان هي ارادات لا مابيتش ارادات خلص عشان كده نسميها control account يبا انت فهمت يعني ايه كلمة control هو حساب بيقلل حساب تاني طيب نشوف العجب ماشي تعال نخش على example تاني او قبل ما نخش على example تاني انا كده فهمتك ليه بنسجلها طب هي جاية debit ليه عشان هي contra revenue revenue بيجي credit هي تيجي دابن طيب ليه بقى ال entry تعمل كده اللي تحت ده باشا انا لما باعت بضاعة سجلت ان البضاعة في المخازن قلت لكن البضاعة اللي باعتها دي رجعت هرميها في الشرع ولا حطها في المخازن حطها في المخازن البضاعة اللي باعتها رجعتلي تاني ووصلت في المخازن المخازن زادت بالبضاعة يبقى البضاعة اللي عندي زادت بايزة بقى مش بايزة البضاعة زادت البضاعة دي أسد بتزيد debit أنا كنت مسجل بضاعة مباعة دي لما كانت بوباعة كنت مسجلها هنا في الديبت لكن البضاعة دي رجعتلي فهلغيها خدها قاعدة عشان تلغي اي حاجة في المحاسبة اكس ستيجي في الكريدت طيب تعال بقى نحل على الحطة دي اجزامبل تاني بيقولك دي كامبني التكلفة كانت خمسين والبرايس سبعين يلا بسجل حاجتين اثنين حاجة بالبرايس وحاجة بالتكلفة دي بضاعة رجعتلي بنسجلها تحت مسمى sales return allowance طيب وسجل account receivable أو cash على حسب ما يحددلك في المسألة بالبرايس وسجل entry بالكوست البضاعة رجعتلي في المخازن فزادت المخازن بالتكلفة دي بضاعة كانت مباعة دلوقتي ما بيتش مباعة يبقى خليها في الكريدت الكوست في جود سولد هلخليها في الكريدت عشان الغيام طيب ودي بعض الملاحظات المهمة جدا 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 كده احنا خلصنا تاني موضوع عندنا فضلونا موضوع كمان ونبقى خلص دلوقتي هنتكلم عن حاجة يمكن احنا اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت ايه هي؟ حاجة اسمها freight costs أو transportation costs افكرك بيعاني ايه freight costs قلنا الفرايت cost هي مصاريف شحن او نقل البضاعة طيب وقلنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا عندنا حالتين لمصاريف نقل البضاعة يا اما مصاريف نقل البضاعة دي اللي يدفعها الراجل اللي بيشتري البضاعة في الحالة دي بنعرفها في المسألة ان هو هيجي يقولك ان ال free onboard shipping وقلنا ان كلمة shipping معناها ان ال buyer اللي بيشتري هو اللي هيدفع مصاريف شحن او نقل البضاعة دي تكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت وتكلمنا برضو المحاضرة اللي فاتت عن حاجة اسمها free onboard destination وقلنا ان كلمة free onboard destination لما تجيلك في السؤال معناها ان اللي هيدفع مصاريف نقل البضاعة هو الراجل البيع السيلر يبقى احنا قلنا ان ال destination معناها سيلر will pay the freight cost حلو حلو جدا ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت وشرحتها لك بالتفصيل الممل طيب تعالا بقى نحل على الحتة اللي احنا قلناها بس خلي بالك م company paid freight in costs مصاريف نقل البضاعة كانت خمس تلاف ومصاريف نقل البضاعة كانت شرياها يبقى خلي بالك ام هنا بتشتلي ده ال buyer كانت شرياها من شركة اسمها B يبقى B ده البايع السيلر ومصاريف نقل البضاعة كانت shipping استنى انا عدت في الامتحان shipping يبقى ال buyer هو اللي هيدفع حلو اعرفت ان shipping ال buyer اللي بيدفع اشوف انا بقى في المسألة مين اشوف انا في المسألة مين هل انا اللي بشتري ولا انا اللي ببيع بص بقى اقول لك انا معلومة خطر جدا اقول لك record this transaction سجلي الترانساكشن دي عند الدفاتر او the box of B-seller افترض ان انت البايع استنى باشا انا بايع بيعتلك بضاعة وانت اللي هتدفع تمن البضاعة دي ونقلها انا اللي دفعت حاجة يبقى خلي ذلك لو ال free on board كانت shipping وانت السيلر باشا انا مش هدفع حاجة انا بيعتله البضاعة هو اللي مسؤول ان هو يعمل لها shipping يعني يشيلها من عندي لحد عامله هو اللي يدفع مصاريف نقل البضاعة امتى انا ادفع مصاريف نقل البضاعة دي لو كان موجود في المسألة ان ال free on board destination اول لما شوف كلمة destination يبقى يجي في دماغ السيلر هو اللي هيشيل مصاريف نقل البضاعة دي طب هل انا في المسألة السيلر اه قال لك assume ان انت السيلر استنى انا بيعت بضاعة وانا اللي متكفل بحق شحن البضاعة دي لحد بيت الراجل يبقى انا اللي هدفع مصاريف حلو مصاريف دي قد ايه خمس تلاف تقولتي مصاريف نقل البضاعة يبقى هنسجلها تحت مسمى حاجة اسمها فرايت اوت وخلي بالك فرايت اوت يعني دي مصاريف نقل البضاعة للخارج انا بنقلها لسبون لكن اللي احنا كنا بناخدها المحاضرة اللي فاتت اسمها فرايت ان انا اشتريت بضاعة وهجيبها لحد عندي انا هنا مش بشتري انا هنا البيع عشان كده بنسميها بضاعة خارجة من عندي هواديها للعميل فرايت اوت طب لايه هي جاية دي بيت عشان هي مصاريف المصاريف دايما بتيجي ايه في الدبيت ممكن نسميها اسم تاني دي لفري اكسبنس ايه؟ دي لفري اكسبنس طيب طب انا هدفع فلوس يبقى الكاش يبقى خلي بالك السيلر بيسجل مصاريف شحن البضاعة امتى لما هوا يكون دستانيشن بيسجلها ازاي؟ فرايت اوت او دي لفري اكسبنس وكاش وكده خلصنا الموضوع ده تعالوا بقى نخش على اخر موضوع عندنا والموضوع ده هو اخر موضوع في عملية البيع بس احنا لسه هنكمل بقية الجارتر طيب هنتكلم عن حاجة اسمها سيلز ديسكاونت تكلم عن حاجة اسمها ايه؟ سيلز ديسكاونت خصم المبيعات استنوا انا رحت بيعت بضاعة لحد الراجل اللي انا بايع له البضاعة ده قال لي يا محمد بطلو ايه؟ ينفع تعمللي خصم بطلو بص انا بيعلك بضاعة بمئة الف ماشي هعمللي خصم ألفين جنيه هتدفع لي تمانية وتسعين ألف يبقى انا كده خصمت له من اللي لي عنده قد ايه؟ ألفين استنوا بقى كده هو الخصم ده انا بزوله ليه؟ عشان شالي؟ ولا بيع له؟ بيع له اه يبقى انا بيع له بضاعة وعملت له خصم ده بنسميه سيلز ديسكاونت يبقى اكتبلي كده عند السيلز ديسكاونت بيع تبضاعة وهعمل اللي اشتراها خصم خلاص؟ طيب الحتة دي عندنا جواها طريقتين اتنين عشان تسجل ان انت اديت خصم الحد عندك طريقتين طريقة اسمها جراس ماثد وعندنا طريقة اسمها نت ماثد تعال نشتغل على الجراس ماثد كلمة جراس ماثد معناها الإجمالي والجراس ماثد دي هي الطريقة الاكسر انتصاراً واكسر استخداماً في الاكاونتنج او في المحاسبة في جميع الدول العالم طيب احنا هنبدأ نشرح الجراس ماثد وهنيجي نحل مسألة عليها وبعد ما نحل المسألة على الجراس ماثد هنيجي نشرح النت ماثد ونعرف الفرق ما بينها وبين الجراس ماثد الجراس ماثد باشا احنا كنت بيع لهم بضع فاتصلت بيهم قلت لهم بقول لكم ايه انا عايز الفلوس دلوقتي انا محتاج الفلوس فقالوني بالراحة بالراحة احنا هندفع لك الفلوس بس ممكن تخصم لنا الف جنيه ولا حاجة قلت لهم ماشي انا هخصم لكم الف جنيه استنى انا عايز اسجل ان انا هحصل منهم الفلوس وهديهم ديسكاونت هم هيدفعوا خلال فترة الدسكاونت وذين دسكاونت بيلي اسجل ايه باشا انا هاخد منهم فلوس صح صح يبقى الكاش بتاعي زاد انا هاخد منهم قد ايه انا كالليا عندهم خمس تلاف جنيه بس انا هخصم لهم الف يعني انا هحصل منهم دلوقتي كم؟ اربع تلاف يبقى الكاش هيزيد وقت التحصيل باربع تلاف هو انا حصلت ايه الاربع تلاف دي جات لي منين من ان انا كالليا عند ناس فلوس استنى بالروح انا كالليا عندك خمس تلاف جنيه وخدتهم يبقى انا عايز منك حاجة تانيه لا يبقى اللي لي عندك بقى موجود خدتهم خلاص يبقى اللي لي عندك قال اللي لي عندك ده اسمه ايه شباب اكاونت ريسيفبل والاكاونت ريسيفبل ده كانت فلوس لي وحصلتها يبقى اللي لي عند الناس قل واللي لي عند الناس ده اسد لما يقل ينورني في الكريدت طيب انا لي حصلت اربعة مش خمسة عشان ادتهم خصم الخصم ده بنسميه ايه خصم الخصم هنا بنسمي ايه خصم لكن في البيرشيس كنا بنسميه ايه أو او انفنتري لكن هنا في المبيعات بنسمي كل حاجة باسمها مش انت عملت لهم خصم الف طب هو الخصم هنا هيتسجل في الدبت ولا كريدت هيتسجل في الدبت هيتسجل في الدبت بنسميه سيلز دستكاونت وهقولك ليه هيتسجل في الديبت حسن؟ حلو يبقى نراجع اللي احنا قلناه انا كان ليه فلوس حصلته يبقى كاش ذات كان ليه فلوس عند حد خدتها يبقى ليه عنده قل والفرق ما بينهم بنسميه ديسكاونت هو سيلز ديسكاونت ده ليه جاي ديبت خلي بالك بقى افتح دماغك تعال نروح لديابس نوتس مش احنا قلنا من شوية ان احنا عندنا حاجة اسمها سيلز ريتورن اندالانس وقلنا ان هي كونترا ريفنيو اكاونت اه وافتح دماغك ودخل فيها ان السيلز ديسكاونت هي برضو كونترا ريفنيو اكاونت يعني ايه كونترا ريفنيو؟ بنقول مجازا ان هي عكس الرفنيو الرفنيو يجي كريدت السيلز ديسكاونت يجي ديبت ليه بيجي ديبت؟ عشان هو بيقلل قيمة المبيعات بتاعتنا احنا كنا بيعين بضعب 10.000 بس احنا خصمنا من العشر تلاف الف انتقول دي الخصمت يبقى مينوس كل ده بيديني حاجة اسمها نتسيلز صافي المبيعات وده هنيجي نتكلم عليها في اخر يبقى احنا كده عرفنا ان عندنا حاجتين كونترا ريفنيو النهاردة اسألة دي تيجي نظري في الانتحاد السيلز رتيران الالاونس والسيل ديسكاونت كونترا ريفنيو يعني ايجو فين؟ في الديبت طيب ده في حالة ان انا اديت لحد ديسكاونت افترض ان هم مدفعوش في الفاطرة بتاعت الديسكاونت او انا مش هديهم خصم هسجل ايه؟ هسجل الفلوس اللي انا خدتها انا هاخد الفلوسي كلها يبقى الكاش بتاعي ذات انا خدت لليه عند الناس يبقى انا مش عايز من الناس حاجة يبقى لليه عند الناس قلي خلاص؟ طيب النت ميسد دي هناخدها بعد شوية ما تشغلش بالك اوي بالنت ميسد خليك معي في الجراس ميسد دي عشان ديه الطريقة الاكثر انتشارا واكثر استخداما طيب تعالى نراجع على حاجة احنا قلناها المحاضرة اللي فاتت فاكر الحتة بتاعت الدسكاونتين تيرم او دسكاونتين بيدي تفاكر فاطرة الخصم دي اللي هو لما ايه يقولك مثلا الشكل ده تعالى نراجع عليه يلا لو دفعتلي اللي عليك خلال عشر تيام من النهاردة انا هتديله خصم خمسة في المية ما انت كده كده هتدفع اللي عليك خلال خمسة واربعين يوم بصوا بقى المعي في المسألة اللي زي دي المسألة دي من مسألة الكتاب خلي بالك من التاريخ اكس كامبني اعلم على كلمة سولد سولد يعني بيع يبقى انا هنا بيع بيت ايه مرشندايز مرشندايز يعني بضاعة البضاعة دي بيعتها فور عشر تلاف يعني ده البرويس اكتب كانت تكلفتها تلات تلاف انا بيعتها ومديني فترة نبي تلات تلاف تعالى اقراها مع بعض اه قالك اثنين سلاش سلاش تعالى اقراها الراجل اللي انا بيع له قلت له بص انا هعمل معك واجب لو دفعتلي خلال عشر تيام من النهاردة هتديرك خصم اثنين في المائة حلو وقالك سجلي الترانزاكشن اللي فوق دي using the gross method ومرة بالnet method احنا هنشتغل على gross method وهقولك احنا ليه بنسجلها gross method او بنسميها gross method طيب وقالك افترض ان عملية تحصيل الفلوس اللي ليك عند الناس تمت اول مرة في تاريخ ستة مارس تاني مرة في 21 مارس حلو اول حاجة تعال نسجل عملية البيع انا عايز حد صاحي معي وشاطر وفاهم اللي احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت اعرف منين من المسألة ان انا باعت بضاعة مخدتش فلوسها في تلات حاجات يقولك كلمة on account او كلمة on credit او يديلك الشكل بتاع discount طول ما موجود discount تأكد ان انت باعت بضاعة مخدتش فلوسها طيب انا باعت بضاعة هسجلها لما باجي ابيع البضاعة بسجل حاجة ولا حاجتين حاجتين حاجة بالبرايس وحاجة بالكوست طيب انا باعت بضاعة لحد ما خدتش فلوسها يبقى انا ليه عنده فلوس الفلوس اللي ليه عند الناس اسمها account receivable بتتسجل bill price انا باعت بضاعة اه الفلوس اللي بيجي لي من بيع البضاعة بنسميها ارادات sales revenue واي revenue ييجي credit يبقى ده اول entry طب نسجل entry بالايه بالتكلفة اللي هي التلات تلاف كان عندي بضاعة في المخازن وبعتها يبقى المخازن البضاعة اللي فيها قلت دي بنسميها merchandise inventory الانفنتوري دي asset بتيجي في الكريدت طب انا عندي بضاعة عايزة سجل تكلفتها سجلها تحت مسمى تكلفة بضاعة مباعة اي تكلفة بضاعة مباعة بتيجي debit طيب كده انا سجلت الترانز اكشن دي هو بيقول لك بقى FB افترض ان الفلوس اللي انت كانت ليك عند الناس حصلتها حصلتها امتى هو مديلك تاريخين مختلفين عن بعض هو انا بايع البضاعة امتى يوم واحد مارس قالك افترض ان انا باعت البضاعة دي يوم واحد مارس وحصلت فلوسها يوم ستة مارس استنى لما يديلك تواريخ تأكد ان هو بيختبرك في ديسكاونت ولا لا استنى واحنا بينبيع البضاعة دي للراجل يوم واحد مارس قلنا له لو دفعتلي اللي عليك خلال عشر تيام من النهاردة انا هديلك خصم اتنين في المائة انا بايع له البضاعة دي يوم ايه يوم واحد واخر مدة ممكن ياخد فيها الدسكاونت يوم عشرة انا قلت له عشرة يام من النهاردة حلو هو هيدفع لي اللي عليه يوم ستة ستة ده خلال فترة الدسكاونت اه خلال فترة الدسكاونت يبقى هياخد دسكاونت هياخد دسكاونت طب هياخد دسكاونت بقد ايه باثنين في المائة فاحنا لازم نحسب اللي اتنين في المائة دي تساوي قد ايه ركز معي فين اللي اتنين في المائة اهي اش احنا قلنا اللي الشمال بيبقى نسبة الدسكاونت طيب هو انا ليه عنده كامل ده اللي بنسمي اكاونت دسكاونت ليه عنده عشر تلاف احنا قلنا له خلاص شوف انا ليه عندك كام وهعمل لك دسكاونت اثنين في المائة منه يبقى هاضرة باثنين في المائة من اللي عنده هيطلع متين دولار يبقى تاني لازم احسب الدسكاونت اللي اخدناها والمحاضرة الالفات مفيش مشكلة انا ليه عند الراجل عشر تلاف هاخسم له منهم قد ايه متين يبقى انا هحصل منه الفرق طيب هحصل الفرق ده اللي هو يساوي قد ايه تسعة تنمية هقول له هاب بقى التسعة تنمية انا خصمت لك المائتين خلاص انا خدت منه فلوس يبقى الكاش بتاعي زاد الكاش ده أستي يزيد دبت انا خدت اللي كان ليه عنده خلي بالك اللي ليه عنده ده اسمه اكاونت ريسيفل وانا حصلته احنا بنيجي نلغي الاكاونت ريسيفل بكل المبلغ اللي عليا احصل��도 كل المبلغ اللي عليا يبدال لازينة كل المبلغ اللي عليا ده منسميه الإجمالي اللي عليا عشان كده منسميها briefly Joyce method معناها ان احنا نسجل Enterprise Account Receivable بكل المبلغ اللي احنا المفروض ناخده من الراجل لكن عارفة NetMessage هنعمل حاجة مختلفة هنسجل بصافي المبلغ اللي احنا هناخده من الراجل تاني لماذا بنسميها طريقة الإجمالي؟ عشان احنا بنسجل ال account receivable بالمبلغ اللي لينا عنده الراجل كله إحنا نعمل 10؟ بقى نسجل بال 10 نعمل نعمل ننتمست بقى 10 ؟ لا سنسجلها بقى أقل من 10 يعني الأ account receivable بتقل بمبلغها اللي فوق كله طب مكانت تتبط مش قدي credit أيوة عشان نسيت تسجلي discount استنى السيل الدسكاونت هو كونترا ريفنيو اكاونت يعني يجي كريدت كونترا ريفنيو يعني يجي عكس الريفنيو في الدبت بقام بقيمة الدسكاونت اللي هو 200 دولار قال لك اسيوم ان انت هتحصل الفلوس دي يوم واحد وعشرين وواحد وعشرين دي خارج فترة الدسكاونت يبقى مش ياخد دسكاونت يبقى هعمل ايه هسجل كاش حصلت فلوسي كلها اللي هي العشرة الاف واللي هي عنده خدته خلاص اصحى بقى معي في طريقة الصافي اللي اسمها نات ماثد الطريقة دي ما بيجيش في امتحانات بس خليك عارفة موجودة عندنا في الكتاب وسهل جدا الطريقة دي بتفترض افتراض هو مين مجنون قديله دسكاونت وما يدفعليش في فترة الدسكاونت ده اللي بتقوله الطريقة ايه مين مجنون ياخد خصم من حد انا بقوله بدل ما تدفعلي عشرة يديني 9800 خصمتله 200 مين مجنون مش هيدفعلي فترة الدسكاونت ده اللي بتقول الطريقة الطريقة دي بتفترض افتراض اكتب ان الراجل اللي ليه عنده فلوس هيدفعها في فترة الدسكاونت تاني الراجل اللي ليه عنده فلوس هيدفعها في فترة الدسكاونت عشان كده بنيجي نسجل الفلوس اللي لينا عند الراجل ده بصافي المبلغ بعد الخصم ايه صافي المبلغ بعد الخصم صافي المبلغ بعد الخصم ده هو كام انا ليه عنده عشرة تلاف وهنخصم له متين الطريقة دي تقولك بدل ما بتسجل باجمالي اللي ليك عنده سجل بالصافي اللي انت هتحصله يعني هنسجل برده بصافي المبلغ بعد الخصم هنسجل الفرق بين الطرقتين في المبلغ اللي انت هتسجله هنا بنتسجل بالفلوس بالبرايس كله لكن هنا بنتسجل بالبرايس بعد الخصم وبنتسجل بالتكلفة كده كده عادي ما فيهش اي تغيير التكلفة واحده ما فيهش خاصم اصلا الراجل اللي ليه ما بيعلمه ما يعرفش اصلا تكلفتي كاما طيب استنى بق معين مشكلتي في وقت التحصيل افترض افترضين ان الراجل ده هيدفعلي خلال فترة الدسكونت الي هو يوم ستة يوم ستة ده معناها ان الراجل تلع قد كلامه والافتراضي اللي قلته صح مش انا افترط ان الراجل ده هيدفع اللي عليه فترة الدسكونت هو فعلا فادفعها فترة الدسكونت فأنا سأسجل لأنني حصلت فلوسي استنوا حصلت فلوسي اللي أنا كنت مسجلها أنا ليه عنده كم؟ 9 طنمية انت متعرفش حاجة عن العشرة تلاف انت ما سجلتش عشرة تلاف حصلت فلوسي يبقى الكاس زاد زاد بقى 10 تلاف تبقى غلطان انت بتحصل اللي ليك عنده انت ليك عنده 9 طنمية يبقى الكاش هيزيد بـ 9 طنمية وحصلت اللي ليك عند الراجل يبقى لكاونت رسيب بالقلت بـ 9 طنمية ده في حالة ان هو دفع في فترة الدسكاونت طب افرد الراجل عيل معاك وطلع مش قد كلامه وما دفعش في فترة الدسكاونت هتيجي تسجل ايه؟ اه بص بقى يا سيدي هتيجي تسجل ان انت هو معنى ان هو ميش هيديلك اللي عليه في فترة الدسكاونت ان هو هيدفعلك 9 طنمية هيدفعلك المبلغ كله ما هو ملحقش فترة الدسكاونت فهنيجي نلغي الاكاونت رسيب بالقلت بـ 9 طنمية بس الراجل هيجي يدينا في ايدينا عشرة تلاف طب ما هيجينا مش الديبت احنا حصلنا منه المبلغ كله عشان تلع مش قد كلامه ولغينا الاكاونت رسيب بالقلت بـ 10 حبيبي ما ينفعش عشان انت مسجلها فوق بـ 9 طنمية لما تلغيها ما ينفعش تلغيها باكتر من قيمتها طيب اعمل ايه؟ هو الفرما بينهم قد ايه؟ متين المتين ده الطريقة دي بتسجل الدسكاونت تحت مسمى UNTAKEN SALES DISCOUNT يعني ايه؟ انا كنت متدي له دسكاونت بس هوا ما اخدوش UNTAKEN SALES DISCOUNT والـ UNTAKEN SALES DISCOUNT يعتبر REVENUE ACCOUNT مش CONTRA بص هو جاي كريدت يعني ده هنزود به إراداتنا تاني الراجل عيل معنا وما دفعش اللي عليه فترة دسكاونت فالمتين دول احنا هنسجلهم عندنا كتر خيرك هات هات الفلوس دي احنا خدنا الفلوس كلها والفرق ما بين الديبت و الكريدت سجلناها تحت مسمى UNTAKEN SALES DISCOUNT طبعا الطريقة الاهم بالنسباننا هي GROSS مثل كده احنا خلصنا المبيعات تماما وكل ده احنا بنشرحه وفقا للبربيتوال سيستم طبعا انا اعملك ملخص لكل الشابتر ده في ورقتين اثنين بكل الانترز هنيجي نشوفهم بعد شوية بس NOW IT'S PRACTICE TIME تعال بقى نحل على اللي احنا شرحناه من شوية تعال نبدأ باول اكسروسايز عندنا على الجزء بتاع السيدز اول اكسروسايز بيقولك ان احنا عندنا شركة اسمها جي COMPANY SOLD استنى كلمة SOLD معناها باعت يبقى انا مين؟ انا البايع السيلر يبقى الشركة G هي السيلر باعت بضعه ON ACCOUNT للشركة اسمها K اللي انا بيعطلو ده يبقى اكيد ده راجل بيشتري يبقى ده البايع وفيه DISCOUNT هنا ماشي ومديلك ان التكلفة كانت 600 والسعر اللي احنا بيعين به 1100 حلو بيقولك بوث الشركتين بيستخدموا النظام اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الPERBITUAL INVENTORY SYSTEM بيقولك بعد اذنك افترض مرة ان انت السيلر وافترض مرة ان انت البايع عشان تسجل عملية الPERCHIS وعملية البيع هتطلق السؤال ده عشان هو حلو قوي احنا هنا هنفترض مرة ان احنا بيعين هو مين اللي بيبيع شركة G احنا هنحط نفسنا مكان شركة G مرة وهنحل المسألة دي تاني بافترض ان احنا شركة K احنا اللي بنشتري طب تعالى سيبك من اللي بيشتري دلوقتي افترض ان احنا بيعين سيلرز والبيعين دول بيستخدموا النظام اللي اسمه الPERBITUAL واحنا بيعنا بضاعة ON ACCOUNT يلا نسجلها مبدئيا كده لما بنيجي نبيع بضاعة ON ACCOUNT نسجل ENTRY او اتنين اتنين واحد بالPrice واحد بالتكلفة يلا الPrice اسجل ايه؟ انا بيعت بضاعة ومخدتش فلوس هيبقى انا ليه عنده فلوس ليه عند الشركة اللي اسمها K فلوس الفلوس اللي انا عنده ناس بنسميها ACCOUNT RECEIVEL ACCOUNT RECEIVEL دي اسب بتيجي DEBIT 1100 انا بيعت بضاعة الفلوس اللي بيجيلي من بيع البضاعة بنسجلها sales revenue 100 او 1100 انا كده سجلت بالPrice يلا نسجل بالتكلفة بسجل بالتكلفة ايه؟ بفكر انا كان عندي بضاعة باعتها يبقى المخازن البضاعة اللي فيها قلت يبقى هنسجل Inventory Inventory او Merchandise Inventory في الكريدت بالتكلفة اللي هي 600 ودي بضاعة باعتها يبقى هنسجلها cost of good sold تكلفة بضاعة مباعة بال600 فيش اي جديد ازاي بقى تربط الحالتين او المحاضرتين ببعض المحاضرة اللي فاتت احنا تعلمنا ازاي نسجل ان احنا اشترينا بضاعة طب احنا بقى هنفترض ان احنا اشترينا البضاعة دي احنا هنا مش بيعين انا معرفش حاجة عالباعة انا رحت شركة جي ادوني بضاعة اه مش يبقى انا هنا بشتريها اشتريت بضاعة البضاعة دي بيسجلها inventory ال inventory دي زادت ليه؟ ان انا اشتريت بضاعة وما دفعت الهمش فلوس يبقى انا عليا فلوس ليهم دايمان عكس الاكاونت receivable علي بيبل واي بيبل بيجي بكام انا بسجل هنا حاجة واحدة بس مش حاجتين اتنين انا بشتري بايه؟ بالسعر مش بالتكلفة هو انت عمرك رحت اشتريت اي حاجة من السور ماركت وقالك باشا دي بعشرة جنيه بس تكلفتها علينا ثلاثة جنيه مستحيل انت بتروح تسجل البضاعة اللي انت شتريتها بالسعر فقط اللي هو الالف ومي خلاص كده احنا خلصنا اول سؤال عندنا تعال نشوف يا شباب مع بعض example 2 الـ example الثاني بنقول لك ان عندنا شركة بتستخدم Perpetual Inventory System وخلال شهر May deal transactions اللي حصلت تعال نقرأ كده واحدة واحدة اول حاجة قيللك On May 13 الشركة sold بعلم على كلمة sold sold دي يعني يا جماعة بعت باعنا ايه باعنا 8 motors خلي بالك من كلمة 8 motors دي خدناها المحاضرة اللي فاتت لما اجي اقول لك 8 motors معناها ان احنا باعنا 8 مواتير اقيللك احنا باعنا المطور الواحد بـ 45 دولار ايتش قلتلك علم على كلمة ايتش معناها ان كل مطور كل يونت باعناها بـ 45 ليه شركة تانية؟ وكانت تكلفة المطور الواحد على شركتنا 26 دولار طب واحد هيجي يقول لي ما هو ده مسميها cost ودي cost بس احدد انت مين انت الشركة دي فهو بيقول لك ان التكلفة على شركتك انت 26 يبقى اكيد السعر التاني هو price اوكي 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 سيب بقى كل اللي فيدك اول حاجة هنيجي نعمل الجدول بتاعنا اللي هو اسمه general journal يلا ادي الجدول بتاعنا ادي الدابت ودي الكريدت وهنيجي نكتب هنا الديت اول تاريخ عندنا في المسألة On May 13 ممكن بقى تركز معي وتقول لي هو On May 13 حصل ايه؟ انا باعت 8 ماترز وقال لك هنا ان الـ price بـ 45 زي ما وضحنا والـ cost بـ 26 بس هو هنا ما قالش انا بايع كاش ولا On Credit استنى طول ما هو مديلك الشكل بتاع الـ discount يبقى انت بايع On Credit انا باعت حاجة ماخدتش فلوسها يبقى انا ليا فلوس اسمها account receivable انا باعت بضاعة البضاعة الفلوس اللي بيجيلي منها بنسميها sales revenue احنا بنيجي نسجل حاجة واحدة ولا حاجتين اتنين حاجتين اتنين واحد بالـ price وواحد بالـ cost طيب اللي بنسجله بالـ cost ايه؟ احنا كان عندنا بضاعة وبيعتها يبقى البضاعة اللي موجودة في المغزن قلب البضاعة دي asset لما بتقل لي بتقل credit طيب دي كانت بضاعة وبيعناها يبقى هنسجل حاجة اسمها تكلفة بضاعة مباعة حلو انا اللي يهمني بقى الارقام انا باعت ايه؟ انا باعت 8 motors المطور الواحد السعر بتاعه 45 يبقى هنقول 8 في 45 فده هيطلع عندنا هنا كم؟ 360 ده السعر طب لازم نحسب التكلفة التكلفة هي عندنا 8 ده الكمية اللي احنا بيعناها التكلفة كانت 25 فهيطلع عندي 28 يبقى انا كده خلصت اول transaction حلو التاني transaction قالك اللي احنا بيعناها رجع منه حاجة واحدة defective unit واحدة defective كانت بايزة والكلام ده حصل on may 16 ماشي استنى بقى هو هنا مش ميديلك اي ارقام في transaction اللي احنا بنسجلها عشان انت عندك كل الارقام اللي انت محتاجها ازاي اقول احنا رجع لنا بضاعة اول حاجة فاكر ال entry اللي احنا بنيجي نعمله عشان نسجل ان البضاعة دي رجعت بنعكس اللي تم في البيع بنيجي نسجل sales فوق بس مش بنسميها sales بس او هتنسى بنسميها ايه sales return بضاعة بعناها وهترجع لنا تاني sales return and allowance طيب والaccount receivable بتقل في الكريدت والإنفنتوري اجيبها فوق عشان البضاعة دخلت المخازن وزودت البضاعة اللي موجودة في المخازن ودي ما بقتش ضاعة مباعة فبلغيها في الكريدت هو بيقولك ان احنا رجعنا يونت واحدة بس يونت واحدة يبقى انا هضرب واحد في السعر اللي هو 45 يبقى اطلع 45 طيب هضرب هنا واحد في التكلفة اللي هي 25 اوكي عشان دي تكلفة اليونت الواحدة اوكي احنا لحد دلوقتي موصلناش للمعاد بتاع الدفع الشركة قالتلك هنا ان الراجل ده هيدفعلنا اللي عليه يوم 23 استنى بقى خليك معايا هنا هنكمل هنا في الجنب يلا تعالى بقى هنسجل اللي حصل يوم 23 ادي الدابت ودي الكريدت ودي يوم 23 اوكي اول حاجة يا شباب احنا عايزين نعرف هو الراجل ده هنديله ديسكاونت ولا لا تعالى نشوف احنا اتفقنا معاه الاتفاق الاتي قلنا له اعمل الحاج لو انت دفعتنا اللي عليك خلال 10 ايام من النهاردة فترة الدسكاونت كانت بالشكل هذا لو دفعتنا اللي عليك خلال 10 ايام من النهاردة هنديله خاصمة 4% استنى هو اصلا احنا كنا بيعين له البضعة دي يوم ايه يوم 11 وهو دفع يوم ايه 23 قلتلك عشان تعرف هو خد الدسكاونت ولا لا شوف هو احنا بيعنا كام يوم كام والفلوس دي هنحصلها يوم كام احنا العملية دي تمت يوم 13 و ايه عملية التحصيل هتم يوم 23 يعني ده اخر يوم في الدسكاونت طيب يبقى احنا الراجل ده هنديله دسكاونت ولا لا اه بقيمة كام 4% بس الله يخليك هي دي اهم بقى خطوة حضرتك هتيجي تقع فيها شباب انا لما اجي احصل من الراجل ده احصل كام ال 360 كلهم غلطان عارف ليه انا كان ليه عنده 360 لما كنت بيعله 8 موتور لكن الراجل ده رجع لي 1 موتور السعر بتاعه كام 45 يبقى انا لسه هحصل من الراجل ده 360 ازاي يبقى هو كده شاري مني 7 موتور يبقى في الحالة اللي زي دي لازم احسب الاول هو انا ليه عند الراجل ده كام وهنا يا جماعة الديبت والكريدت دي هو بلس والمينس بتاع المحاسب انا هنا عندي ديبت 360 للاكاونت رسيفه وعندي كريدت يبقى اول حاجة لازم احسبها هو انا ليه كام يبقى هقول 360 مقص 45 يبقى انا هطلع ان انا ليه 315 ال 315 دي هي اللي هحسب له منها نسبة الدسكاونت اللي انا هدهوله انا اتفقت معاه ان انا هديله دسكاونت قديه شباب 4% يبقى هقول في 4% يبقى الراجل ده احنا هنديله دسكاونت بالتقريب بالتقريب 13 دولار حلو دي اميت ايه؟ الدسكاونت تعال نسجل انا هحصل من الناس فلوس حصلت فلوس يبقى كاش زادت انا حصلت ايه؟ انا حصلت اللي كان ليه عندك يبقى انا عايز منك حاجة؟ لا اللي كان ليه عندك ده اسمه اكاونت رسيفابل واخدته خلاص يبقى الاكاونت رسيفابل حصل لها ايه؟ قلت بتقلي فين؟ في الكريدت طب تعال نسجل الارقام يلا نسجل الارقام الاكاونت رسيفابل مبلغها الحقيقية دلوقتي كان 315 ده اللي ليه عندك؟ بس انا هحصل كل اللي ليه عندك؟ لا مش انا هديتك دسكاونت انا هديتك دسكاونت انا هديتك دسكاونت تنتاشر يبقى انا هحصل منك الفرق اللي هو تلتمية واثنين يبقى الكاش بتاعي هيزيد بتلتمية واثنين ليه؟ عشان هنا فيه هجسمها سيلز دسكاونت بكام؟ بثلات عشر يبقى احنا كده خلصنا الاكزامبل ده وكان مهم جدا طيب تعال نخش على اكزامبل 3 دلوقتي تعال نشوف مع بعض اكزامبل 3 في اكزامبل 3 بيقولك فيه شركة بتستخدم برضو بس خلي بالك بقى من حاجة هو بيقولك ان الشركة دي بتتاجر في حاجة اسمها باك باكس يعني انا معرفش في المسألة يعني ايه الحاجة دي بتتاجر في الإقلام بيقولك ان تكلفة اليونت الوحدة عليها عشرين دولار اوكي وديه الترانزاكشنز اللي حصلت خلال الشهر فاول ترانزاكشن حصلت يوم 4 ستمر خلي بالك ان المسألة دي فيها عملية شراء وعمليات بيع احنا اتفقنا ان الانفنتري هو عبارة عن حاجة انا بشتريها بغرض ان انا ارجع ابيعها تاني للناس طيب فهو بيقولك ان احنا روح له اشترينا سبعين يونت اليونت الوحدة واقف علينا بكم بعشرين هو اصلا كان قايلها فوق احنا اشترينا البضاعة دي من واحد اسمه هانتر طيب انا مش عارف انا اشتريت البضاعة دي كاش ولا اون اكاونت اهو هنا مديلك دي سكاونت يبقى اكيد كانت اون اكاونت يبقى اول حاجة ما تنساش احنا هنا مش من بيع البضاعة احنا لسه بنشتري البضاعة الاول عشان نرجع نبيعها فاول حاجة هنيجي نعملها ان احنا نسجل المشتريات بتاعي اول حاجة ادي الدي بيبت ادي الكريد tit طيب اول حاجة انا شتريت بضاعة يبقى البضاعة اللي عندي حصلها ايه زاد البضاعة دي است اما بتزيد بتزيد دبيت انفنتري طب احنا اشترينا قد ايه احنا احنا اشترينا سبعين يونت اليونت الواحدة كانت اوقف علينا باحتورين يبقى سبعين في عشراين بذا هيطلع معينا هنا باقى الف روماني أنا اشتريت البضاعة دي On Account On Account يعني هسجل Accounts Pable أنا اشتريت الحاجة وما دفعتش فلوسي الترانزاكشن اللي بعديها Receive the credit Of 100 Dollar For return of 5 backbacks Pursued on September 4 الحاجات اللي أنا اشتريتها رجعت منها رجعت منها قد ايه رجعت منها حاجات ب100 Dollar يبقى أنا هعكس على طول Inventory هتبقى تحت وال Accounts Payable Accounts Payable هتبقى فور طيب دي كانت بكام بمية أوكي بعد كده اقيل لك يوم تسعة خلي بالك انت هنا بدأت تبيع بدأت تبيع من اللي انت كنت شريع انت بعت 40 unit رحت بعتهم بكم بخمسة وثلاثين لواحد اسمه Oliver جميل قوي أنا هنا بعت في البيع بسجل entry ولا اتنين اتنين Entry by price و Entry by cost يلا ال Entry by price Account receivable Sales revenue و Entry by cost Cost of goods sold و Merchandise inventory انا اللي يهمني بقى الارقام انا بايع 40 unit الواحدة بخمسة وثلاثين يبقى هنا اربعين في خمسة وثلاثين ده السعر يبقى هيطلع هنا ب800 ولا بكم ب 1400 واحدة هيجي يقول لي طب انا هنا مش عندي التكلفة حضرتك انت عارف التكلفة التكلفة هي ماذا انت ببيع من اللي انت شريع يبقى هنقول انا بايع قد ايه 40 التكلفة وقف علي بكم بعشرين يبقى هيطلع هنا عندي التكلفة بكم بطنمين نخش على النقطة اللي بعد كده يوم ستمبر sold 15 unit بكم بخمسة وثلاثين لواحد اسمه هيلر اوفي السبلاير sold يبقى هديجي تعمل نفس الانتري طيب بيد هونتر انفول less discount تعالى بقى نركز في الحتة دي طبعا الحل قصدنا هون احنا وصلنا غاية يوم تسعة وهنسجل يوم تلاتاشر هنسجل يوم تلاتاشر ايه اللي حصل في تلاتاشر احنا كان عندنا 15 unit بيعناهم price 35 يبقى هنقول account receivable 15 في 35 هتطلع 525 والcost of goods sold هتتسجل بالتكلفة استنى التكلفة هنا كانت 20 دولار المهم بقى الحتة اللي جاية قيللك ان انت هنا دفعت اللي عليك او دفعت هونتر ده اللي انت كنت تشاري منه البضاعة في الاول دفعت اللي عليك لي in full less discount يعني ايه less discount الراجل اللي انت كنت تشاري منه البضاعة في الاول خالص قال لك خلاص انا هتديلك discount حلو او هو انا اصلا الراجل ده انا علي ليه قد ايه الفلوس اللي علينا للناس بنسميها accounts payable تخلي بالك انا كنت شاري منه بضاعة في الاول بكام كنت شاري منه بضاعة في الاول ب 1400 بس البضاعة دي انا رجعت منها جزء يوم ستة فهو الراجل ده خصم لي من الفلوس اللي عليها 100 جنيه يبقى انا عليها كام انا كنت شاري منه حاجة ب 1400 بعد كده رجعت جزء ب100 جنيه يبقى انا المفروض دلوقتي عليها للراجل ده فلوس امتها 1300 هو الراجل هيديني discount هو قال لك less discount الدسكاونت اللي انا كنا متفقين عليه قد ايه 2% يبقى انا هضرب 1300 في 2% فهذا سيطلع ايه الدسكاونت اللي انا هاخده سيطلع بكام ب 26 خلي بالك احنا انا بنسجل الدسكاونت بتاع الشراء مش بتاع البيع انا اشتريت ولا اللي خدت الدسكاونت فاكرين كنا بنسجله ازاي في اللاكتسور اللي فاتت accounts bebel هتقل في الديبت وانا هدفع كاش فالكاش هيقل في الكريدت والفرق ما بينهم ده دسكاونت بس الدسكاونت ده بنسجله تحت مسمى purchase discount لا بنسميه على اسم الـ inventory اللي هو merchandise inventory تعالى نشوف مع بعض example 4 بنقول لك هنا prepare the necessary journal interest to record the following transactions ماشي وقال لك هنا assuming برضو ان احنا بنستخدم perpetual inventory system فاول حاجة بيقول لك ان الشركة بتاعتنا sales ساعلم على كلمة sales sales يعني باعت باعت ايه باعت باربعة وخمسين الف of merchandise ومدي لك شكل الدسكاونت الفترة بتاعت الدسكاونت يبقى هنا انا بايع on account يعني ما خدتش فلوس من الناس زا merchandise البضاعة اللي انا كنت بايعها تكلفتها 30 يبقى ده يا جماعة ايه ده السعر واللي هناك هو التكلفة ماشي يلا نسجل اول transaction كده بصورة اول حاجة انا رحت باعت البضاعة يبقى انا هنا هسجل one entry ولا two entries two entries account receivable with sales revenue bill price ال price هنا بكام يا جماعة باربعة وخمسين الف اوكي وبايع البضاعة يبقى لازم اسجلها بالتكلفة cost of goods sold with merchandise inventory طبعا الكلام بيتكرر بكام التكلفة 30 الف اوكي بعد كده اقول لك ايه the customer ان ايه يعني الشخص اللي انت بيعلو قبل كده رجع مرشندايز رجع مرشندايز بخمس تلاف يبقى هنا فيه بضاعة رجعتلي يبقى انا هعكس ال entry ده ولا لا اه هعكس ال entry ده يالله نعمله كده في الجنب يبقى هسجل sales return and allowance بكام هو قال لك ان البضاعة دي رجعتلك بخمس تلاف ده ال broice والتكلفة بتاعتها ثلاثة خمسمية يبقى هسجل خمس تلاف فوق وهعكس ال entry ده عشان البضاعة رجعتلي بكام بثلاثة تلاف خمسمية اوكي طيب اخر حاجة اقل لك ان احنا حصلنا اللي لينا عند الناس within هلأب عليك للمة within خلال فترة discount discounting video حل اول حاجة لازم نبعارفين هو احنا لينا عند الراجل ده قد ايه انا كان ليا عنده 54 ألف اهو دي ال account receip لكن الراجل ده رجعلي بضاعة بخمس تلاف فانا خصمت له الفلوس اللي ليه عنده يبقى انا ليا عند الراجل ده حاليا 54 ناقص 5000 يبقى هيطلع هنا 49 ألف 49 ألف ده هو الرقم اللي هنحسن منه discount discount هنا يا شباب احنا متفقين ان هو هيكون واحد في المية يبقى هنقول واحد في المية يبقى هنحل على طول discount discount سيطلع امتو 490 انا هدفع كاش ولا هاخد كاش انا هنا بحصل للايا يبقى الكاش هيزين انا حصلت لكلية عند الناس يبقى account receivable هتقل والفرق ما بينهم هيبقى sales discount sales discount احنا حسبناه ببقى 190 وانا كلية عند الراجل ده 49 ألف يبقى انا هحصل الفرق 48510 بكده احنا هنحل بعض المسائل اللي انا هتطالك دي هنحلها بس ان شاء الله هنحلها بقى في فيديو منفاصل وهو الفيديو بتاع الحل على chapter كامل وبكده يا شباب نكون خلصنا كل perpetual inventory system خدنا جواه purchases وخدنا جواه sales دلوقتي يجي معاد ان احنا نعرف ايه الفرق ما بين الperpetual inventory system والperiodic ما تقلقش انا قلتلك في الاول خالص ركز معايا في الperpetual جامد جدا لان هو هو الperiodic اللي اختلاف ما بين الاتنين يا شباب مسميات فقط اكتب اللي اختلاف ما بين الperpetual inventory system والperiodic system اختلاف مسميات ازاي مسميات تعال نشوف فاكر لما كنا بنيجي نشتري بضاعة وفقا للperpetual inventory system كنا بنيجي نسجل ايه احنا اشترينا بضاعة فالبضاعة اللي عندنا زادت فبتزيد في ال وكده كده بنسجل في ال كردت كردت اكاونت بي الperiodic system يقولك لا مش انت شتريت بضاعة وانت سميتها بضاعة انا كبريادك هسميها اسمي تاني هسميها مشتريات هسميها ايه purchases يعني لما نيجي نشتري بضاعة واحنا ماشيين بالperiodic system بنسجل inventory لا بنسجل مشتريات هلو فاكر لما كنا بنيجي نرجع البضاعة اللي احنا اشتريناها وفقا لل perpetual inventory system كنا بنيجي نعكس ال entry ده بنعكسه accounts بيبل و merchandise inventory الperiodic يقولك طب ليه تاكس ما تسمي كل حاجة باسمها مش دي بضاعة كنت شريها ورجعتها اه قال لي خلاص انا هسميها كده دي بضاعة اشتريتها ورجعها purchase return and allowance يبقى خلي بالك اللي اختلاف ما بينهم فقط في المسميات ده بيسمي اي حاجة بتحصل inventory لكن ده بيسمي اي حاجة باسمها الحقيقي لما شترينا بضاعة سجلها مشتريات purchase لما رجعنا البضاعة سجلناها purchase return and allowance طيب فاكر لما بنيجي نسجل مصاريف شحن البضاعة كنت باجي البضاعة كنت بسجل البضاعة بسجل المكتب المكتب فيجي البريود يقولك انت لم تسمي الحاجة باسمها مش ده مصاريف شحن للداخل او ده مصاريف شحن البضاعة الحد داخل المكتب بتاعك او المخزن بتاعك خلاص سميها باسمها سميها frightened حلو فاكر لما كنا بنيجي نشتري البضاعة وناخد discount كنا برضو بنسجل البضاعة ان هي merchandise inventory او بنسجل discount ان هو merchandise inventory لكن البرياضي يقولك يا ابن الحلال مصعب للدنيا على نفسك ما تسجل كل حاجة باسمها مش ده discount تخدت نقول اه يلا خلاص purchase discount يبقى لحد اللحظة دي احنا عرفنا ان الفرق ما بين الperpetual والperiodic اختلاف مسميات فقط عمر ما الperiodic يسجل المصطلح اللي اسمه inventory الperiodic بيسجل الحاجة باسمها لما نشتري بضاعة يسجل مشتريات لما نرجع البضاعة بيسجل inventory purchase return allowance لما نيجي ندفع مصاليف شحن البضاعة نسميها شحن البضاعة لما نيجي ناخد خصم نسميه خصم لكن الكلام ده ما كانش بيحصل في الperpetual inventory system ماشي وكده نكون خلصنا الفرق اللي ما بينهم في الperse طيب معلومة لك تعال نخش على sales وفاكر المعلومة اللي احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت ان الperpetual بيبقى مليان تفاصيل لكن الperiodic هو less details في تفاصيل قليلة ده اللي احنا هنشوفه في المبيعات في sales تعال بقى نشوف في sales هل sales في اختلاف ما بينهم لا يعني هنستخدم نفس المسميات اه طب الاختلاف ايه الاختلاف في التفاصيل فاكر لما نبيع البضاعة كنا نسجل في الperpetual كام entry اثنين صح entry price و entry cost صح يجي الperiodic يقولك مع السلامة انا مش هسجل تفاصيل كتير ال entry بتاع ال post ده انا مش هسجله عندي انا هسجل entry واحد بس اللي هو بتاع price اللي هو account receivable with sales level يعني ما فيش اختلاف ما بينهم بس الاختلاف الما بينهم مش مسميات في تفاصيل يقول بص ال entry ده انا عندي مش هعمله انا حر بنعكس ال entry اللي فوق صح ونحن نقوم entry sales return and allowance accounts account receivable and merchandise inventory and cost of goods on price و cost برضو يجي الperiodic يقولك لو انت بتستعملني ما تسجلش entry غير ال entry بتاع price ال entry بتاع cost ده ما يلزمنيش عندي طيب ما فيش اختلاف ما بين الاتنين في اي حاجة بعد كده لما نحن ندفع مصاريف الشحن البضاعة نسجل right out و لما نسجل discount نسجل cash sales discount account رسل و نستخدم الكلام نستخدم هنا نستخدم نستخدم الاختلاف ما بين الاتنين اكبر اختلاف في purchases اللي هو ده والاختلاف اللي بينهم اللي انا عامل عليه بالاصفر ده هنا inventory هنا purchases Inventory Precious Return وبرضو الاختلاف اللي ما بينهم في sales في entry ده وده ما بيتعاملوش هناك يعني لو ماشي بالنظام اللي اسمه البردك ما عاملش اللي اتنين دول لكن الباقي همشي عادي جدا طيب فظل كده ملاحظين كده مهمين قوي هو المشتريات المشتريات تعتبر asset ليس احنا كنا نقول ان المرشندايز inventory هو asset طيب هل يعتبر purchases من ضمن assets لا كلمة مشتريات معناها مصرفات expenses اللي اخلي بالك purchases تعتبر expense عشان كده جاية debit اه طب اللي يهمني بقى الجزء اللي جاي ده برضه عشان بييجي في الامتحان كتير قوي هو purchase return allowance يعتبر اي فاكر احنا خدنا sales revenue وخدنا حاجة اسمها sales return allowance sales revenue هو revenue لكن sales return allowance كنت بقولك انه contra revenue نفس الكلام هنا purchases بيجي عندها contra purchase return allowance ده contra اي contra expense اي contra expense contra expense حتى هو جاي credit عشان expenses بتيجي دمت هو يجي contra عكس هم في credit ورضو purchase discount هو contra expense expense يلا خلي بالك بق احنا المحضرة بتاعت النهاردة خدنا حكتين contra واحدة contra revenue وحاجة contra expense contra revenue هم اي هم sales return and allowance اكتب المراحزات دي معايا ووحدة ووحدة discount contra revenue يعني كل دول ييجوا لحية الدبت وخدنا اتنين contra expense purchase return and allowance purchase and purchase discount بالبربيتول Inventory System كنا بنقول إن مصاريف شحن البضاعة بتزود ثمن البضاعة يعني لو أنا كنت دافع مثلا على البضاعة دي ثمنها عشر تلاف ودفعت مصاريف شحن عليها ألف في البربيتول ركز معي في الملاحظة دي مهم قوي في البربيتول مصاريف شحن البضاعة دي بنعتبرها من ضمن تكلفة الأسد فلما بنيجي نسجل الأسد عندنا بنسجله 11 في البربيتول لأ البربيتول يقول لك هي مش الألف دي مصاريف شحن انت قلت مصاريف خلاص اعتبرها من ضمن مصاريف الشركة من ضمن يعني لما ليجي نسجل البضاعة هنسجلها بـ 11 ولا بـ 10 يبقى تاني البربيتول مصاريف نقل البضاعة بتزود ثمن البضاعة أنا كتبها لك Added to the cost of inventory بتزود تكلفة الـ inventory ده فين في البربيتول لكن مصاريف شحن البضاعة في البربيتول بنعتبرها من ضمن مصرفات الشركة فما بتزودش ثمن البضاعة بتزود ايه بتزود مصرفات الشركة هلوز؟ طيب كده احنا الحمد لله ما سبناش اي تريك ممكن تجيلك بقى نظري صعبة سهلة الحمد لله يعني كده فرمنا الدنيا دلوقتي هنيجي نحل شوية exercises على الperiodic system في الإجزامبل الأوليني بيقول لحضرتك هنا ان احنا عندنا شركة المرات يخلي بلك بقى بتستخدم periodic inventory system هلو during may the following transactions and events occur خلال الشهر ان الترانزاكشن حصلت طيب purchased 8 motors الكوست بتاعة المطور الواحد 42 ماشي احنا هنا بنشتري ومديني filter discount يبقى on account حل ومديني ان تكلفة المطور الواحد 25 حبيبي احنا مناش دعوة بالتكلفة اللي هناك احنا دفعنا كم 42 طيب اول حاجة هنيجي نسجل inventory و account payable لا احنا هنا مشيين periodic الperiodic يجي يقول لك مش انت اشتريت سجلها مشتريات سهلا يبقى هنسجل purchases احنا اشترينا 10 units الينت الواحدة 42 يبقى احنا هندفع 420 وما دفعناش يبقى هنسجل accounts payable طيب جينا رجعنا one defective motor motor boys رجعناه بنجي نعكس نسجل accounts payable and inventory purchase return and allowance موضوع سهل جدا في الperiodic بنسمي كل حاجة باسمها رجعت سجل دي مرتجعات مرتجعات or purchase return and allowance بكان ب42 و42 عشانت رجعت يونيت واحد طيب discount discount هنيجي برضو نسجله باسمه purchase discount طيب تعال نحسب discount أنا كان عليا للراجل ده 420 ورجعت له ضع اميت ها 42 يبقى أنا عليا للراجل ده في اللحظة دي قد ايه 378 وهو احنا اتفقنا ان انا هاخد discount اربعة في المية اهو دي نسبة discount اربعة في المية فاربعة في المية من اللي عليا يبقى يطلع ان انا هاخد discount 15 انا هسجل ان العليا قال ده اسمه accounts baby 378 ودفعت له cash 363 والفرق ما بينهم ايه الفرق ما بينهم purchase discount اللي هو الخمستاشر اللي انا لسه حسب طبعا الموضوع it's very easy ما فيش اي اختلاف ما بين الاتنين هاسب لك المسائل اللي جاية دي تحاول فيها مع نفسك خلاص احنا الحمد الحمد الله هتلاقي ان النوتس دي مش اي حد بيقولها عشان النوتس دي technical قوي عايزة واحد يعني فاهم هو بيقول ايه ويخلي بالك ان النوتس دي هتفرق معك جدا 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 احنا الحمد كده خلصنا الperiodic و الperpetual شاف الصفحتين دول دي واللي جاية هو فيهم كل اللي احنا قلناه انا عايزك بعد ما تخلص كل اللي احنا قلناه تذكر لي صفحتين دول الصفحتين دول هو فيهم كل الentres اللي انت هتقدر تحل بيهم اي مسألة في الدنيا هتقابلك في الشابتر اوكي طيب احنا كده الحمد الله خلصنا اخر جزء عندنا في المحاضرة بتاعت النهاردة بس فاضل لنا جزء كمان في الشابتر 1 الجزء ده ان شاء الله هيبقى الفيديو اللي جاي وبعد ما نخلص ال multiple income statement اللي هو الموضوع اللي جاي هنيجي نعمل فيديو شرح كامل لأفكار الشابتر بسرعة وهنيجي نعمل فيديو حل وفرم على الشابتر كله مش عايزك تقلق خالص بإذن الله سبلي نفسك بس وان شاء الله تخش تجيب 100% من الامتحين ان شاء الله يا رب خلص؟ نشوفك على خير اشتركوا في القناة